حضراتكم من جديد من مؤمن بقيمة الاهل الى فقط استمروا استمروا على هذا النهج استمروا على هذه الروح استمروا على هذه الرغبة في تحقيق الفوز استمروا في إرادة الفوز خارج الأرض وحشنا فوز الأهل برى الأرض وحشنا فوز الأهل في المباراة الخارجية وحشنا اللعب الهجوم الصريح بهدف الفوز على أي منافس هي دي شخصية البطل وهي دي شخصية الأهلي وهي دي الروح اللي إن شاء الله باشموندس يستعيد بيها الأهلي دوري أبطال أفريقيا طبعا موصوطين من البداية أنا واحد من الناس كنت عندي فضون شديد جدا وأهمية شديدة وأنا أتابع هذه المباراة على خلاف العادة عشان أتخيل العمل الذي يقدم المدارب نفسه فيه وما هو جديد أي في أسلوب الأهلي وفي مظهر الأهلي فمن الوحدة الأولى ومن التشكيل لا فيه تشكيل مختلف عن كل توقعات الناس وخلي بالك أنا لما يكون فرقيتك كلها لعبة كويسة ما فيش تشكيل غلط فيه تشكيل مناسب للمباراة أيوة لأن كل العيبة نجوه وأنت بتقول لي جيرالد ولا أحمد الشيخ لو واحد منه منازل يبقى غلط لاتنين صح لحسين الشحات صح لكن أنت بتتكلم أنك أنت المباراة دي عايزة إيه والغرض من نزول فلان ده إيه هو ده اللي يهمني المعنى فيه فلسفة التشكيل فالحقيقة كان يوم موفق وكان أداء موفق وأضعت فرص وأحرصت أهداف والبدلاء بيكفقوا على رأي الشربيني مدربهم لسخته فيهم ينزل وأنا ضد ناس كتير وضمنوا بعض المحللين الثقال يقول لك دليل رؤية المدرب أنه ينزل يجيب جون وحتى لو ما جابش جون دي مش دليل رؤية ده دليل أن الرجل استطاع أن يحقق بفاعلية أهداف التغيير لو ساعد أنك تجيب جون لو أخشاك الخطورة كل دي لو دالك السيادة في الملعب كل دي دلائل نجاح مش مجرد أنك تختزلها في أنه جاب جون لا الماتش كويس لكن أنا طبعا فكرة فقط استمروا عجباني جدا حلو أول حد كده ستوب وارغونا بقى اللي جاي أيوة والتقييم بعد 3-4 مباريات عندما تستقر الظواهر الفنية نبتدي نقول أيوة ربنا ساهل بإذن الله بعد العودة ريني فيلر المدير الفني منح اللعيبة راحة ده جانب من أبناء الجالية المصرية لمحدودة العدد معظمهم من أسرة العاملين في شركة المولين العرب في غيريا الاستوائية اللي أحاطوا الأهل بكل الاهتمام والمتابعة والرعاية وحقق هذا الفوز المهم المهم في معناه والمهم في بدايته لأنه أنت كمان بتخط قدم أو أكثر في دور المجموعات علشان تدخل بإذن الله تعالى دور المجموعات بإرادة وبرغبة وبتعبير حقيقي عن لا الأهل جاي دي رسالة لكل المنافسين الأهل جاي ريني فيلر منح اللعيبة راحة بعد العودة وبدأ التدريب النهاردة في ملعب التيتش عقد المدير الفني اجتماع مع الكابتن سيد عب حفيز قبل المران عشان يتكلم على ترتبات المرحلة اللي جاية ودي مسألة مهمة جدا ترتبات مباراة الصوبر لا لعنده مباراة مساء الجمعة إن شاء الله في برج العرب الأهل بطل الدوري مع الزمالك بطل الكاس في مباراة بإذن الله تعالى تليق بقيمة هذا الحدث المهم وإن شاء الله تعالى يستهل بيها الأهل افتتاحية صوبر للموسم الجديد كان فيه تدريبات استشفائية باشواندس للعيبة المصابة والراجعة من الإصابات رمي ربيعة وسعد السمير وحسين السيد أدوا تدريبات تأهلية في جانب المران رمضان صبحي ومحمد محمود شاركوا في تدريبات إضافية تحت إشراف ديفيد سيزر المدرب العام فيرار اهتم برضو بتصحيح بعض الأخطاء اللي شايفها ويطلب من الجهاز الفني والإداري تجهيز تسجيلات كافية لمباراة للزمالك في الفترة الأخيرة عشان يقف على حقيقة ومستوى المنافس والكابتن سامي أمصان مدرب الفريق قال إنه مواجهة الصبر مهمة ومباراة صعبة لأنها مع الزمالك ودي لها خصوصية كمان خاصة وقال إنه الأهل مكتمل الصفوف وكل العناصر اللي الخواجة محتاجها للمباراة اللي جاية جاهزة وموجودة والكل إن شاء الله يقدي دوره في هذه المباراة على أفضل وجه فيلر كمان دي أول مباراة ليه فإنه هو يقدم نفسه للجماهير الأهلوية بفوز خارج الأرض دي مسألة فكرت الناس يمكن ببداية مانويل جزي لما قدم نفسه للجماهير الأهلوية في أول مباراة رسمية كانت ضد بيترو أتليتكو الأنجولي وفاز فيها الأهل وقتها 3-1 كان صحيح قبلها فايز في المباراة الودية العالمية الكبيرة على ريال مدريد لكن حقق مانويل جزي هذه البداية المهمة جدا الأهلي ده آخر فوز له على الزمالك وآخر مباراة جامعة الأهلي بالزمالك فيلر مؤكد هيشوف هذه المباراة وهيشوف كل المباراة الأخيرة للزمالك الأهلي آخر فوز له حققوا ببرة الأرض كان على التراجي في دور المجموعات كان في 17 أغسطس 2018 يعني من سنوي بالزبط حقق لها لهذا الفوز خارج الأرض كان بهدف وليد أزارو بعدها اتعادل مع الحرية الغيني في كونكري وخسر مرتين أمام صطيف الجزائري الساعة ده كمان جاية للنادي الآلي لأنه ده الفوز رقم 137 للأهلي في دور الأبطال والفوز رقم 30 للأهلي خارج الأرض دي للمرة 30 في تاريخ الأهلي الأفريقي اللي يفوز بيها برة ما لعبوا عزانيا تبقى المرة 50 قريب بقى بإذن الله دي في دور الأبطال فقط مهندس لكن تعالوا نشوف المباراة الأفضل في النادي الآلي أو إيه هي المعطيات اللي قدمتها هذه المباراة إيه الملامح اللي كشفت عنها مباراة الأهلي مع بطل غينية الاستوائية في هذه المباراة المهمة رأيي كابتن فاتحي مبروك في قناة أونسبورت شايف دي أفضل بداية للمدرب؟ أنا شايف أفضل بداية خاصة إذا كان مباراة خارجية مباراة أولا ما فاش ضغط جماهيري ومباراة بعيدا عن الجماهير المصرية وجماهيري الآلي بالذات ونكسب اتنين صف دي أنا شايفها نتيجة إيجابية ونتيجة بتعزز موقف المدير الفني في المباراة القادمة إن شاء الله للنادي الآلي في البعض كده بدأ يكتهد مبكرا ويقولك إنه الرجل مش مقتنع بأي من أشرف لأي من أشرف النهاردة أساسي مع محمود متولي هل ده معنى إنه هناك اجتهادات وفي ناس مش عارفة أي حاجة وبتطلق أي حاجة وده ممكن من البداية كده يعني يبقى نوع من أنواع الهجوم اللا داعي له أنا شايف يعني شايف إن المدير الفني لاحق طبعا في اختيار التشكيل في ناس كتير قوي بتستنتج بتستنتج يقولك إسلا مش مقتنع بأي من مش مقتنع بمش عارف مين مش مقتنع بمراوة مش مقتنع بسلاح مواسن فيه كتير قوي الأمور دي لازم لازم يبقى فيه قناعة من الناس إن المدير الفني مدير الفني هيختار التشكيل هيختار التشكيل إذا كان حتى أخطأ في أي تشكيل أو في أي حد الأفراد ولكن هو عند قناعة بهذا اللاعب فقناعة النهاردة بأي من أشرف بأي من أشرف بيبتدي جم حمود وتولي اللي اتنين بيجيدوا اللي اتنين بيلعبوا كويس فإذا كانت هناك أمور أمور الناس بتسرها قبل المباراة أو أبي أو يعني بتعبر عن رأيها ولكن قراءة المدير الفني المباراة وقراءته أيضا للتشكيل هي دي بتديله ثقة للجمهير النادي الأهل كان فيه مفاجأة النهاردة وهي إنه صلح جمعة كان خارج القائمة تماما وإنه أجيه أيضا كان خارج القائمة وإنه حسن الشحات كان عادقة البودلاء ولم يشارك يعني هل ده بيعكس قوة شخصية المدرب ولا وجهة نظر فنية ولا هو اعتمد على التدريب ولا اعتمد على وجهة نظر مثلا واحد زي كابتن سامي أمصان اللي موجود معاه في الجهاز لا هو طبعا بيعتمد يعني برضو خلي بالك هو بيردو يعني بعد الفترة اللي جيت هالي برضو بيعنده درائية كويسة بالفرقة من خلال طبعا الشواءات الفيديو من غلال السديهات من خلال طبعا سامي أمصان كابتن سامي أمصان لإني بيديله كل معلومة كابتن ساهد عبدالحفيز هو برضو من خلال تدريبات على فكرة برضو بيشوف اللعيبة يعني بيشوف اللعيبة النهاردة بيحاول بقدر الإمكان يعرف كل اللعيب يعرف قدراته الفنية قدراته النهاردة روح وأداء وكل هذي الأمور بيبقى خلاص يعني مستقر مستقر وخصوصا إذا قعد فترة ولكن زي ما قلت لك بيبقى فيه عمام المساعدة حواليه لازم ياخد رائع كابتن سامي لازم ياخد رائع كابتن ساد لأنه دون الموجودين في الجهاز وعندهم دراية وعندهم خبرة باللعيبة شوف مؤكد أن الراجل من تصريحه تستطيع أن تفهم تفكيره تصريحه قال إيه أنا ما عنديش يعني تفضيل لحد على حد ولا أسماء ولا نجوم ولا بتاع أنا بشوف اللعيبة اللي قدامي وباخد قراري على ضوء القدرات اللي بشوفها واللي تناسب كله مباراة قال هذا الكلام ومسألة أيمن أشرف بقى دي ليها معنى تاني عندي إن هي كانت محاولة لخل شرخ في العلاقات وتصدير ألأ للعيبة من هذا الرجل هو بالمنطق هو أيمن أشرف لما لعب منتخب مصر مش لعب على كل اللعيبة اللي موجودة في مصر يعني إذا كانت المنافسة مع لعيبة مصر أفرزت إن منتخب مصر بيعتمد على أيمن أشرف يبقى المنافسة الداخلية هتفرز إن لا أيمن مش في قناعة المدرب العكسي تماما لا أيمن واحد من اللعيبة المهمة والمخلصة برضو تاني نجع نقول كفانة بلعا للطعم والحقيقة إن المدرب واضح إنه هو اعتمد عليه طيب افرد لعب أي لعيب تاني أي لعيب تاني ما هو نجم كبير وفي مكانه ولا يقل أهمية عن أيمن ولكن ظروف كل مباراة حتدي لك من قناعة المدرب اسم جديد وأنا شايف إن رامي ربيعة خلاص جاهز قد ترى قد ترى في المباراة وقد لا ترى هذا المدرب لن يعبر عن فكره إلا بعد مدين ثلاثة يعني مش هتقدر تقول بشكل كامل يعني مش هتقدر تقول مين الأفضل تشكيل ومين اللي هو حط صقته فيه مش هتعرف دي دلوقتي وده طبيعي وبعدين فرقة زي ما قلتلك ما فيش نجم بيزيد عن نجم كلهم نجم ماشاء الله بسم الله ماشاء الله باقي ربين يحمينا من الإصابات وباقي الالتزام وباقي الالتزام الخططي في الملعب وخارج الملعب السلوكي وباقي ظروف كل المباراة هذه المباراة هي المباراة 275 للأهل في دوري أبطال أفريقيا لكن كمان هي المباراة رقم 3 تلاتيات لأحمد فتحي بالفن الله الحامرة ورقم 95 لأحمد فتحي في أفريقيا بصوا بقى حجم الخبرة والتقل اللي في الملعب انتم متخيلين ان اللاعب مسل الالي في 333 مباراة أحمد فتحي واحد من اللاعبة اللي بيحمله كتير من سمات الاهلي ومن شخصية الاهلي القوة والإصرار والعزيمة والقتال والروح العالية متجسدة في هذا اللاعب الكبير اللي الخواجة شافه انه آه هاني رائع جدا وماشي بشكل هايل جدا بس لما تكون عندك اتنين في الطرف اليمين بهذه القيمة وبهذه الاهمية وبهذه الكفاة اعتقد يا ساعد ويا هناه الخواجة بس كمان فيه لعب مهم جدا لازم ان اعرف رأي المهندس عادل فيه صلاح محسن صلاح محسن في النسخة الحالية ده جون التالي كهمة على الاهلي في بطولة أفريقيا يعني لو اخد فرص كتيرة ان شاء الله ينافس على هداف الاهلي في هذه البطولة صلاح محسن سجل الهدف التالت له والخامس للأهلي في أفريقيا او الخامس لهم على الاهلي في أفريقيا والتاسع بفنلة الأهلي لعب مهم في صفقة كانت مهمة اتأخر حصوله على الفرصة الكافية لكن بيعبر عن قدراته يا بشمانتس على الفاكة لا هو خد فرص بس الإصابات على قناته ده دخل المتخب بعد انضمامه للنادي الأهلي المتخب الأول كمان اي فهو لعب امكاناته كويسة شوف الزكاء جون ده بيعك الزكاء وقدر على التنفيذ والجون اللي جابه برضه كان اظن في ايكس وعصيب في مباراة الماولين لا فيه ماتشودي ايكس اعتقد اللي كان في دبي كان جون برضه خد على فخده ورح لعبه في رستايم كسبناه ده الماتش مباراة اعتزال حسام غالي اعتقد لا حسام غالي كان بيتر اتلاتكم مش فاكت لكن هو يعني عايز اقول امكاناته عالية جدا ومش لعب يتدلع لا واخده جد واداءه انا بتعبعه برضه مع بعض زميله اللي بيهموني جدا في المتخب الأولومبي لان دول مستقبل الأهلي ومصر يعني فانا شايفه انه ماشي كويس لو حافظ على نفسه بالإصابات بإذن الله لا مهاجم هايل طيب الحاوي وليد سليمان كمان لانه ده جاب جونه ده جاب جونه ده ماله ده الحاوي هو اللعب كان اللي بينضم القيمة افضل عشر هدفين للانديا المصرية في بطولات افريقيا برصيد 18 هدف منهم 15 هدف بفنلة الاهلي القيمة تصدرها الكابتن محمود الخطيب برصيد 37 هدف وتنتهي عند الكابتن جمال عبد حميد وفلافيو ولكل 18 هدف وليد سليمان ده الهدف الاول له في النسخة الحالية والا 14 له في دوري ابطال افريقيا ورقم 55 له بفنلة الاهلي وليد ماشى والله يا بشواندس يعني يلعب يشارك يسجل ده أصلا ده في حتة بتاعة اللعيبة اللي ما بجيش كتير بمزاق خاص بمهارات خاصة بشخصية خاصة ولعيب جد على طول فربنا يحميه برضو ويظل على هذا التقلق لانه يستحق يعني أن يكون في المكانة لو جيب قدر شواند نادي الاهلي ده كان بقى عنده تاريخ عميق جدا صحيح طيب كلينشيت بقى ولا الشباك النظيفة ده المرة الاربعتاشر للحارس محمد الشناوي الشناوي حارس الأهل الدولي الكبير رقم ستة واربعين في جميع البطولات لكن اربعتاشر بفانيولي في أفريقي بالضبط كانوس بورت هو المنافس رقم مية واحد للأهل في بطولات أفريقي والتاني اللي من دولة غينيا الاسوائية اللي بيواجه لالي بعد مواجهتين سابقتين مع رينا سيمينتو في عام 2006 دي بعض الأرقام المهمة جدا في هذه المباراة اللي حملت رقم 275 للأهل في تاريخ مشاركاته في دور أبطال أفريقيا البطولة للأهل بيحمل كل أرقامها القياسية تعريبا واللي بتتطلع فيها جماهير الأهل باهتمام كبير إن شاء الله إن الأهل يستعيد لقابها هذا العام نشوف رأي الأساس حسن مستكاوي في هذا الفوز الافتتاحي المهم للأهل أهل يعمل حاجة كويسة إنه بعد لجنة تقابل الراجل تتفرج تتكلم معاه وتتناقش معاه قالك بفلسفته والكورة والأهلي والهل شاف الكورة المصرية هل هو هل وهل حاجات مهمة جدا لازم تبقى مع المدرب أنا بقى مقتنع إن يعني السيفي بتاعة المدرب ده جزء من همية المدرب لكن مش كل حاجة لأن حتى بالمنطق كده يعني مانو الجزين ما كانش عنده سيفي لما نجح مع الأهلي أهل بطلات برضو قليلة في البرتو فرونو ميتسو صحية فرونو ميتسو طبعا كل بلوروة صحية إيرفي رينار صحية كل المدربين اللي اشتغلوا في أفريقيا وعملوا انتصارات كبيرة وعملوا اسمه في أفريقيا ما كانش ليهم سيفيني صحية أنا مش بدافع عن فيلر ولا ببرر يعني أنا بقول ممكن ينجح وممكن يفش أنا بتكلم أنا بتكلم فيه نظرية وفكرة عامة أن المدرب أهم حاجة شخصيته صريقته صلسفته صحية الكيميا بتاعته مع الفريق اللي بيدربه هل فيه مدربين تنجح مع الفريق تروح فريق تاني ما بتنجحش صحية ده بارد يعني صحية فنحكم على المدرب من أداءه ومن عقله عقله في الملعب موجود ولا لأ إذا كان يعني أنا ما بحكمش على المدربين بسرعة صحية على فكرة اللي أنا أعرف عن لعبة النادي الأهلي من خلال زمنا مثلا وليد صلاح الدين اللي بيشوف التمرين وبيتصل باللعيبة كتير إن اللعيبة مبسوطة من بايلر اللعي اللعيبة النادي الأهلي مبسوطة من طريقة تدريب وطرق تدريب بايلر مبسوطة كمان من مدرب اليقر البدنية جدا مهودا من الجهاز صحية يبقى برضو ما نستعجلش في الحكم على المدربين في النقطة دي أنا متطفق مع الأستاذ حسن بسيكاوي في كل ما قاله كنت اختلفت معاه في حاجات تانية ما جاتش لكن في النقطة دي أنا متطفق معه السي في مش كل حاجة لأن مورينو نجح نجحات مرعبة وبعدين فشل فشل زريعة واحد من غير شغل المدرب ما هو أي مدرب عظيم ما هو أنت قبل ما ما يبتدي في أول مشواره ما كانش عظيم ما كان لهش ما كان لهش سيفيه يعني يعني فيلر كل ناس أكبر نجحاته من سنتين مع أنداللاخت في بلجيك أنداللاخت أكبر نادي في بلجيك وكان قبل ما يروح لفايلر ما عندهش بطولات خد الدوري السوبر وبعدين سابه خسر البطول بعدين مش معنى كده أن التجربة دي يقيم عليها لكن كمان مش معنى كده أنه هو مهدي بداية وعنده كم سنة يعني سنه صغير فهو أعتقد أن النادي الأهلي قد تكون البداء التي ينتظرها عشان يروح في حتة تانية مدرب شاب في الأربعينات طيب الأهلي وضع قدما وربما أكثر من قدم في دور المجموعات انتظارا لمباراة العودة بقيت المنافسات تفتكروا مين ممكن يصعد لدور المجموعات من خلال هذا الدور هقول لكم النتائج وهتلاحظوا من خلالها الأهلي فاس خارج الأرض على كانوس بورت بطلغينيا الاستوائية 2-0 الزمالك خسر من جنراسيون السنغالي في داكار 2-1 الزمالك عنده فرص تعويض في القاهرة سانداونز كسب برى الأرض دا أكبر فوز هذه الجولة فاز على كوتي ديور أور بطل سيشل 5-0 فبالتالي سانداونز قريب جدا جدا من التأهل يعني نقفين عند الخمسة صفر دي ماهو سانداونز لسا المدرب سايبه مش كده ولا وكان أورلاندو 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 الهلال السوداني انيام بناجير اتعادل في ملعبه مع الهلال السوداني صفر صفر فبالتالي المباراة في العودة في الملعب كوتوكو الغاني كسب في ملعبه في كوماسي كسب النجم السحيل اتنين صفر فالنجم هنا في خطر انه محتاج في سوسا يفوس ثلاثة صفر كوتوكو يبدو أقرب للتأهل إلا إذا لو النجم عدل هذه النتيجة والهلال السوداني أقرب للتأهل على حساب ان ينبى العتيد لو استغل الأرض في مباراة العودة فوسا جونيور البطل مدغشقر تعادل مع مازنبي مازنبي تعادل برة ملعبه مدغشقر دي عملت آه بس تتعادل في ملعبها مع مازنبي يعني مازنبي عنده فرص للصعود عشان كده بقول لكم البطولة هتبقى تقيلة الترجي حمل اللقب المشكوك فيه حتى الآن في التنازع مع الوداد البيضاوي اتحاسم خلاص ما اتحاسم بس فيه لسه لجنة للإستناف طلعت قرارا بارح للإستناف طيب الترجي تعادل برة ملعبه واحد واحد في تشاد يعني عنده فرص كبيرة لبلغ دور المجموعات يانج أفريكانز التنزاني اتعادل في ملعبه مع زيسكا يونيت دي الزامبي واحد واحد فالكرة في الملعب بترو أتليتكو الأنجولي اتعادل في ملعبه مع كامبالا سيتي الأوغندي صفر صفر المسألة في الملعب بلاتينيام بطل زمبابوي فاز على يونياو الموزنبيقي في ملعبه واحد صفر جرين إيجلز الزامبي اتعاق فاز او خسر في ملعبه من أول أغسطس الأنجولي اتنين واحد خسر في ملعبه في ملعبه أنجولا قريب جدا بالضبط شبيبت القبائل الجزائري عنده فرص للتأهل لأنه فاز في الجزائر على الحرية الغيني اتنين صفر فعنده فرصة كارة بطلتوجو اتعادل مع فيتا الكنغولي صفر صفر نوازيبو الموريتاني خسر في ملعبه خسر في ملعبه من الوداد اتنين صفر فالوداد فرصه كبيرة جدا في التأهل النصر الليبي خسر في ملعبه من الرجاء المغربي تلاتة واحد النصر الليبي هتلاقيه بيلعب في تونس خسر في ملعبه في تونس تلاتة واحد فأصبح الرجاء قريب من التأهل الوداد قريب من التأهل اتحاد العاصمة الجزائري قريب جدا من التآهل فاز في ملعبه على جرمه يالكيني أربعة واحد يعني ما شاء الله كبار العرب كلهم فرصهم في التآهل قائمة جدا إذا كان الأهلي أو الترجي أو الوداد أو الرجاء أو اتحاد العاصمة الجزائري كلها الفرقة العربية والزمالك أيضا يمكن أخرى محرجا النجم والزمالك أيضا يعني في بطولة قوية جدا النجم الساحل طبعا فرصه صعبة شوية لأنه خسران من كوتوكو طبعا بطولة الأسماء دي كلها معظم ما خد بطولة أفريقيا قبل كده الكوتوكو أو النجم لتنم من الفرق الأبطال ومزنبي والترجي ويعني كلهم أصحاب ألقاب قبل كده والوداد لا بطولة طيلة جدا طبعا بطولة ينتظرها تنافس رهيب لكن لو على كده تعالوا نتحاسب وقبل ما نتحاسب نشوف الأشقاء في فلسطين أغنية بيهدوها للأهل واحتفالاته وبعد الأغنية والفاصل نرجع نشوف لو على كده تعالوا نتحاسب وله أهلاوية لك أحنا الأهلاوية وله قادي بيت حتى الأعصاب لك أحنا الأهلاوية ركالة عزم وإصرار لعيب مية لبية لك أحنا الأهلاوية وله موسيقى 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 مسبع القرن الماضي انقلقنا زي المن موسيقى يا أهلي يا غلا نادي قلع منك فوج وفوج في سبع القرن الماضي انطلقنا زي الموت يا أهلي يا غلا نادي قلع منك فوج وفوج نادي بيت حتى الأعصار لبقى حنى الأهلاوية ركالة عزم وإصرار لعي بمية لبقى حنى الأهلاوية قبل انسى صالح سلين يا فنان الإدارية قطلاتك يا أهل كتير وصلوا لغاية مية قبل انسى صالح سلين يا فنان الإدارية قطلاتك يا أهل كتير وصلوا لغاية مية نادي بيت حتى الأعصار لبقى حنى الأهلاوية ركالة عزم وإصرار لعي بمية لبقى حنى الأهلاوية قبل انسى صالح سلين يا فنان الإدارية يواخد كل البطولات مصرية وأفريقية تهتف لك كل الجمعين وصلنا العالمية يواخد كل البطولات مصرية وأفريقية تهتف لك كل الجمعين وصلنا العالمية نادي بيت حتى الأعصار لبقى حنى الأهلاوية ركالة عزم وإصرار لعي بمية لبقى حنى الأهلاوية وإصرار لبقى حنى الأهلاوية وإصرار لبقى حنى الأهلاوية